دقت الساعة التسعة دلوقتي موجز الأنباء بصحبة زميلة نهالة الحم الأول صباح الخير يا أهلا صباح الخير يا مستوهل التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نار رئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العالم الديني الوسطي العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة حيث كرم الرئيس السيسي الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية للأشقاء الثلاثة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم كاملا مع فهم معانيه ومقاصده العامة كما حرص على أخذ صور تذكارية مع الفائزين بشكل منفرد بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما أصدر الفريق محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما أصدر الفريق أسام عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم وذلك لليوم الخامس على التوالي وتشهد السودان اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وأفادت مصادر أن الاشتباكات تجري في محيط القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق بدء المرحلة الثانية لعمليتها الخاصة بتأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيا تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتني بلينكن لبحث الأزمة في السودان وفي بيان أكد الجانبان على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف وتهدئة التوترات مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق شدد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافراف على ضرورة توحيد القوى لمواجهة ما أسمى بالابتزاز الغربي وخلال اللقائه لنظيره الفنزويلي في كاركاس شدد لافراف أن حل الأزمة الأوكرانية والأزمات الأخرى في العالم ستكون من خلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة المتساوية للدول ومبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة مشيرا إلى أن بلاده ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة وستشارك معها التجربة الروسية تمكنت السلطات التونسية من إنقاذ أربعة مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم فيما لا يزال البحث جاريا عن 15 مفقودا وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان أن المنطقة البحرية تلقت اتصالا هاتفيا يفيد العثور على أربعة أشخاص بالقرب من ميناء الصيد البحري بالقراطن وتم توجيه دورية ساحلية لإنقاذهم وإسعافهم بمستشفى قرقنة ثم توجيههم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ورياضيا تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوي أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تكرار فوزه على مضيفه تشلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستانفورد بريج في لندن في إياب الدوري ربع نهائي من البطولة وكان ريال مدريد قد فاز على تشلسي بنفس النتيجة في لقاء الذهاب الذي يقيم في مدريد الأسبوع الماضي ليحسن الفريق الملكي تأهله للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بالنتيجة 4-0 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب وفي مباراة أخرى تأهل ميلان الإيطالي للنصف نهائي البطولة بعد تعادله مع مضيفه ومواطنه نابلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما وكان ميلان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف النظيف ليتأهل للنصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل